السلام عليكم ورحمة الله وإهلا بكم مشاهدين الكراف في هذا الفيديو لا تكرموا الله أقوى تشكللم المنطقب الأولمبي المغربي المحتمل أما منخب أرجنتين الأولمبي بتبعين لها المقابلة قوية صراحة يوم الأربعاء المقابلة بقي عليها يومين فقط مقابلة قوية وقوية جدا صراحة بين المنطقب المغربي والمنطقب الأرجنتيني 440 ساعة 21 دقيقة يللي هذه الصعبة مع المنطقب الأرجنتيني المنطقب المغربي language يدخل طموح كبير كبير من أجل الفوز بطبيعة الحال في هذه المواجهة ويصبح تشكيله بطبيعة حال المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال المغربي أمام المنتخب الأرجنطيني المقابلة لم تكن سهلة بصيفة نهائية مقابلة من المقابلة القوية صراحة للمنتخب الأولمبي المغربي أمام الكورة الأرجنطينية أنا عملت بعض اللاعبين المجتهدين على مقاعد الإحتياط في حال لعب بوشواري لعبنا دي السنتيتية الفرنسي في حال أكرم النقش لعب فرق الجيش الملاكي في حال بوقامير لعب البطولة البرجيقية في حال راشيد غانيمي حارس الفاسح الرباطي بطبيعة في حال كذلك اللاعب أوسامة ترغالي لعب لهابر الفرنسي كذلك بمونير المحمدي حارس جيش الملاكي بطبيعة في حال كذلك بحال كذلك إلياس بن صغير لاعب ندي موناك والفرنسي وكذلك المهديمة هو بلاعب الراجع البيضاوي حالة للتشكيلة مونير المحمدي حارس فارق نهضة بركان حارس اللي شاء الله جبته بركان لمدة موتي ميتعقدت معه حارس صراحة من الحراص الجيدين دي المنتخب بطبيعة الحال بدون نقاش او جيدة مونير المحمدي حاري جيد صراحة من الحراس الكيبار ديال المنزخب الاولمبي وعايكون صار لها الارعاب الاولمبي اللي عقل لاش بزاف ويوم الاربعاء اللعب مقابلة الارونس اللي هي مقابلة قوية على جميع الاسعيدة مقابلة جيدة قوية عمشي نخطي فعنده بأسامة ونسبة للمحمدي شارك معنا المنزخب الاول كأس عالم كأس افراق العقيرة في شعرت اسامة العزوزي اللي لابنادي بولونيا الايطالي اللي يلعب كأس افراقيا مع المنتخب الاول بطبيعة الحل العنصة اسامة العزوزي عنده 23 عاما العناصر اللي حتى يكون الاستهداء صراحة باخل المنتخب الوطني المغربي اللي هالب جيد اللي يمكن يكون اه اسامة العزوزي من العناصر اللي ممكن تكون اه جيدة صراحة بدون نقاش او جدال لعب اوسام العزوزي لاعب اللي كلعب في نادي بولونيا الإيطالي من العناصر الجيدة بطبيعة تحلى نقاشا وهذا جدال فيها اللعب اوسام العزوزي في وعد عاديل ساحف لعب ناضي بركان اللي وكي يبقى من العناصر اللي ممكن تكون العناصر اللي جيدة صراحة ممكن يكون وخاء كانت تنفسي عنده نقصة بركان ولكن يبقى عاديل ساحف من اللعب اللي كان عايتلون كانت يوم 9 يوليوز على ما اظن نحن في 22 يوليوز واللي كان عايتلو ما كان ايمان الوافي اللاعب اللي ما سمحتلوش النادي دياله السويسري ايمان الوافي اللي كان في اللائحة ولكن للأسف النادي دياله ما سمحتلوش انه يتواجد بطبيعة للحال لان الاعلب اولمبيا ما قد تخلص صواريخ الفي فالان عمشيون ضاهل ايمان ديال المنتخب اولمبيا امام زكريا الواحد اللاعب بالبطولة البرجيجية ممكن شد اللاعب يضحيبه ويقلي على مقاعد الاحثيات لان اشرف حاكمي كان ان اشرف حاكمي يقدر للعب في زف اللي هو من العناصر اللي يقدر يكون عنصور جيد صراحة اي STEPHANIE بلاعب زكريا الواحد اللي عمل العناصر اللي قلت صراحة الممكن يكون من العناصر الجيدة جدا. صراحة في واندلاب. اشرب حكيمي لعب ندي باريس ان جيرمال الفرنسي. هو كيف قام الاسماء الرائعة والرنانة داخل المنتخب الوطني المغربي. لاعب باريس ان جيرمال الفرنسي شرك في كأس العام وكأس فريقيا. وانصور لهم العناصر جيدة. اشرب حكيمي وانصر كبير صراحة في المنتخب الوطني المغربي من العناصر الجيدة جدا صراحة داخل النخبة الوطنية لعب شرف حاكيمي لعب نادي باريسن جرمان الفرنسي اللوكي بقى من الأسماء الجيدة والكبير صراحة بأحسن الضائر اللقيني في العالم أفضل ضائر واخرنا كنت أقول أفضل ضائر أيما في العالم ولكن ممكن يعمل كضاهر أيصر بطبيعة الحال فهد مواجهة دي الأرجنتين أنا عنا زكريا الواحدة كذلك عمشيون خط وسط الميدان بدأوا بياسين قيشتا لاعب نادي له هابل فرنسي العيه نسبة حكيمي شارك معنا المنتخب الأول في كأس العالم كأس إفراقيا ياسين قيشتا ازباق له عاية دور رقري في مرة واحدة كانت للاقي حد مرسد 2013 ونحن في 22 يوليوز الآن 2024 ومنتخب الأول كيستعد الآن تصفية كأس إفراقيا قالك تصفية كأس العالم قبل مجي كأس إفراقيا في 21-2025 عثم طالق باستخدام كانت 18-1-2026 20-2025 عثم كانت من ناود اللاعبين الاولمبيين يكونوا في الموسة وبعد منهم يضمنوا المكانة ديرهم في كأس إفراقيا مشوا عند اامير ريشاريس واللاعب ريمس الفرنسي شارك مع المنتخب الأول بطبيعة الحال في كأس أمم إفراقيا والعناصر صراحة كانت خلف لقاء ديال الزامبية اللقاء الثالث ديال المنتخب المغربي في كأس أمم إفراقيا وكان بان على مستوى جيد بدء اللقاء ديال الزامبية طبيعان الحال ولكن امير ريشب يبقى لاعب يعد 22 سنة اكمل lakant run megan في كأس افريقيا مع المنتخب الوطني المغريبي. وعوصو اليوم لابن كان جيدا صراحةا. داخل المنتخب الوطني المغريبي العب امر ريشب يبقى من الاسماء الذي جيد صراحة داخل من تخب طبيعان الحال ما يريد لعب لمخنوس. اني سنة يا لابن لابن البطولة البرجيقية عن ابن جيد صراحة داخل المنتخب المغربي الشارع داخل متخال الاولمبي ممكن يكون متخال اول صراحة شارك معنا في كأس العالم في الملحمة دير كأس العالم وكذلك شارك معنا في كأس افريقيا في كأس افريقيا لعب ثلاثة ديال المقابلات كبديل كانت اللقاء الزمبية بوحده أو عفو اللقاء يمكن اللقاء الجانو اهريقيا لليمعبوش على مقاضن لا ينعب 3 اللقاءات كحتياطي صراحة شارك معنا في كأس العالم وكأس الفرق الأخيرة مع المنتخب الأول وكذلك لا يوجد مستوى كبير صراحة وكذلك شارك في كأس إفريقين أقل من 23 عاما لا يوجد مستوى كبير وشو عند إلياس أخو ماش لاعب نادي فيا ريال إسباني هذا لاعب كندن ممكن يبان مستوى جيد صراحة في الأولمبية بطبيعة الحال إلياس أخو ماش إلياس أخو ماش لاعب نادي فيا ريال إسباني اللي ممكن يبان بواحد المستوى الكبير صراحة في هذه الألعاب الأولمبية التي تجرى في الأراضي الفرنسية بالنسبة للألعاب الأولمبية يوم الجمعة 26 يوليوز ولكن مسابقة كورة القدم يوم الأربعة 24 يوليوز هو المنتخب من الأربعين لعبات اللقاء أمام المنتخب الأرجنتيني يوم 24 يوليوز بطبيعة الحام وعند لعب عبت الصامت زلزل يشارك مع المنتخب الأول في كأس العالم وكأس إفريقيا ولكن إلياس أخو ماش هذا لاعب لي شارك مع المنتخب المغربي في مجرد لوائح المنتخب الأول في مصر وواحد يونيو أما عبت الصامت زلزل يشارك مع المنتخب الأول في كأس العالم وكأس إفريقيا وكذلك شارك مع المنتخب الأولمبي في كأس إفريقا قد أقل من 23 عاما والآن أشارك في الألعاب الأولمبية إذن أربعة ديات تظاهرات مع المنتخبات الوطنية متسالية شيء رائع وكل المثال مع المتسلاة وتتصوص وكأس بعض الشارك نائية ولكيمم عند وقت عن الحلذة كاملت ورمس ولكن من المثال لس Teddy ما نارك داخل المنتخب المغربي تحرمنا منه صراحة في كأس العالم وكأس افريقيا ولكن كي مقابل عناصر اللي ممكن تكون جيدة صراحة في الالعاب الاولمبية ممكن يعمل شي حاجة كبيرة صراحة لا يبعد سوفيا الراحي ممكن يبعد واحد المستوى كبير صراحة هاتش اللي كانت شكرا المشاهدين الكرام لتتبع ديالكم من هذا الفيديو من الاول الى الاخر شكرا لكم ونتمنى حتى سايد المتقال المغربي الاولي